اشتركوا في القناة المبادئ الإبراهيمية واستكشاف مختلف السبل لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة مؤكدا على أهمية معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا إلى دوره الحاسم كأساس للسلام والتنمية الإقليميين وأكد وزير الخارجي على أهمية إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون من خلال الاحترام المتبادل والعمل من أجل بناء مستقبل مليء بالوئام والاستقرار والازدهار المشترك من جانبه عرب معالج سيد إليو كوهين عن سعادته بزيارة مملكة البحرين التي تتزامن مع ذكر التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات المشتركة بين البلدين واستعراض مستوى التعاون الثنائي وما تم إنجازه في هذا المجال في إطار مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وتم تبادل وجهة النظر حيالا مجالات تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل وتدارس الوزيران نتائج تطوير التعاون المشترك بين دول المنطقة لدفع جهود إحلال الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعيات الصراعات الإقليمية على الأمن والاستقرار إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أكد وزير الخارجية على أهمية حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا ومستداما وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر